يقول جحا كنت جالسا ذات يوم في مجلس أحد الملوك فأراد أن يسخر مني فقال لي هل تستطيع أن تعلم حمار القراءة والكتابة؟ فأخذتني الحمية وقلت أعلمه على أن تمهلني عشر سنين فوافق الملك على التحدي وقرر صرف راتب لي في هذه المدة فلما خرجت من مجلس الملك اقترب مني أحد الأصدقاء وقال لي يا أحمق كيف توافق على هذه المهمة؟ فقلت له في هذه السنوات العشر إما أن أموت أنا أو يموت الملك أو يموت الحمار فمن من الأحمق أيها الذكي؟ العبرة من قصة جحا هذه تكمن في الحكم والذكاء في التعامل مع المواقف الصعبة عندما وضعه الملك في موقف محرج وطلب منه شيئا مستحيلا لم يستسلم جحا للسخرية ولم يعترض مباشرة بدلا من ذلك استخدم ذكاءه ورد بطريقة تضمن له الفوز بالوقت والأمان المالي لمدة عشر سنوات مستفيدا من عدم اليقين في المستقبل قصص قصيرة ولها عبرة كبيرة ترجمة نانسي قنقر